مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية بهذا الفيديو رح نتكلم عن الأثيريوم والدمج القادم والتحديث القادم لعملة الأثيريوم الذي سيحدث ما بين يوم 14 إلى 16 سبتمبر ما يمثل بداية الانتقال من بروتوكول إثبات العمل بروف أوف وورك إلى بروتوكول إثبات الحصة بروف أوف ستيك سوق العملات المشفرة يترقب دمج الأثيريوم انقسام في مجتمع الأثيريوم قد يؤدي إلى إنشاء نسخة جديدة من الأثيريوم مع اقتراب موعد انتقال الأثيريوم إلى نظام إثبات الحصة البروف أوف ستيك يرى بعض المطورين إنه يجب على الأثيريوم الحفاظ على أساس نظام إثبات العمل بروف أوف فورك معدني الأثيريوم يخططون لإطلاق نسخة جديدة من العملة طبعاً من الدعمين لهذه الخطة هو جوستونسون اللي هو مؤسس منصة بولونيكس وأيضاً مؤسس عملة لترون في البداية لم تحظل فكرة بشعبية كبيرة حتى أعلان جوستونسون أنه يدعم الفكرة وأن المنصة ستقوم بإدراج العملة الجديدة عملة الأثيريوم اللي هي أثيريوم دابليو بالإضافة إلى ذلك صرح جوستونسون أنه يمتلك ما يقارب مليون عملة أثيريوم لذلك إذا نجح المطورون في إتمام الهارد فورك للأثيريوم فسيقوم بالتبرع بجزء منه لمجتمع الأثيريوم بروف أوف وورك لدعم العملة وتشجيع المطورين على البقاء في نظام الأثيريوم الحالي اللي هو بروف أوف وورك لذلك الجميع يترقب ماذا سيحدث لعملة الأثيريوم بعد الهارد فورك وهل سينجح هذا الدمج كتبونا في التعليقات هل سينجح دمج الأثيريوم والسعر المتوقع لعملة الأثيريوم بعد هذا الدمج تقريباً شان هذا كل شيء لا تنسى دعم القناة بلاك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة